عبد الإله صنع اسميته في الإعلام الهولندي دخل بلاده واستضم بعقليات نمشى ولكن بالإصرار عاوس أن يرجع للوطن مرحبا بك سعبد الإله أهلا وسهلا أنت ماشي شدتي لباك ومشيتي أنت كبرتي في هولندا تقريبا عشتي صغير لهولندا وعشتي سنوات طويلة ولكن فكرتي واحد نهار باش ترجع شنين الظروف اللي خلاتك ترجع لبلادك؟ كانت واحد مرحلة بظهور الإنترنت بالخصوص بظهور الإنترنت صباح العالم أصغر صباح ممكن في أي مكان في العالم تنتج برمج تلفزيونية وأنا بديت شركة إنتاج من قبل كنت بطبيعة الحال كمخرج في مجموعة من القناوة التلفزيونية الهولندية قناة الأولى الثانية مصاوبات ما صانع ذاتكو؟ لحد ما لحد ما ماشي شي اسمية كبيرة ولكن كان من ناحية الراتب كان مفار بديت شركة ديالي خاصة بالإنتاج برمج تلفزيوني إنتجت مجموعة من برمج للتلفزيون الهولندية من طلق سنة 2000 إلى حدود سنة 2006 كانت واحد طفرة كان عندي نيت مال باش نستثمر وفكرت بطبيعة الحال في الرجوع للمغرب نعم نظر لي مجموعة من العواميل حاولت هذه المحاولة وفعلا بغيت نحقها وكان آخر من الحالة في تحقيق إنشاء الشركة هي تفوت على المحكمة التجارية في تنجرة أخذت محاسيب وكانت أجراءات القانونية إلى آخر ومساعد الأوراق حاول تأسس شركة إنتاج برمج تلفزيوني لم تكن مطرحة من شركة إنتاج في هذه الإجراءات والصعوبات والعراق لا لا شركة إنتاج في هولندا لديك 24 ساعة لديك شركة لديك شركة لديك شركة لديك شركة لديك شركة إنتاج أخذت لي شهر تقريبا وصلت إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التي تمر على قاضي في محكمات تجارية في مدينة طنجة عرق لي المسائل وقلبي أن يأخذ أوراق أخرى إضافية الضروري تكون من وزارة الاتصال والسي سي أم بمعنى المركز السينمائي المركز السينمائي تصلت أنا كنت عندي بديجة من قبل معرفة بعض الإخوان هناك قل لي لا يمكنها تسيضغي بغي يعرق لك فعلا كاين واحد القانون واحد بند في شي في شي قانون في من قديم نعم إذا مشكلة عقلية تسعب الإله فاش قلت يا القاضي بغي يعرق لك أنا كيف جربت لقد أخذت رأيي المحاسب شخصيا قل يمكن بغي يدبر بغي يدبر عليه يعني قضية دي الرشواء داكو هذا المفهم دي الرشواء ما كانش مطروح نهائيا شخصيا ما بغيتش ما بغيتش وخاصة بأنه حسيت بها بحال بتيزاز وإذا كان زعماء فعلا الله أعلم ولكن كان فعلا كان بغي زعماء ياخد رشواء سيكون بتيزاز أصلا مخدمش حتى وإلا بغيت نعطير رشواء في المغرب وليس يغب في المغرب ضرورة ولكن في دولة من الدول أخرى مثلا نعطي رشواء الواحد اللي ساعدني وقف معايا إلى آخرين نعطي كوميسيون ولكن هذا من الأول إذا بتيزاز خديت أرأ بعض الناس أخرين قالوا لك يمكن هو خاف لأنك جاي من هولندا بغيت عمل شركة إعلام في المغرب والمغرب أنا ذاكة مغرب الإعلام هولندا قال من الأحسن ما نتهرب أنا من هذه المسؤولية ما نعطيهش ما نعطيهش موافقة على كلين أنا قلت في آخر ما ما كنت نتشئيش كان أرجع بحالة ناقص 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 مع الأسف دي الأطور اللي كيدخلوا المغرب والمستميرين اللي كيتعكلوا مع الوراق ومع الإجراءات يدروا بناقص وكيرجعوا أنت وحد منهم رجعتين إلى هولندا أنا ذاك فأفين ناقص طبعا كانت بقاته علاقة طيبة مع كنجين المغرب كندير براميج ولكن انطلاقا من الشركة اللي عندي في هولندا كندير براميج ولكن عوتاني 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 فعلا في 2011 روضتني فكرة مرة أخرى جيز كنت من سلسلة من الحلقة مجموعة من الدول العربية بالخصوص الربيع العربي والحراك العربي شفت بأن كين واحد تغيير كين واحد طاقة شابة أيضا جيب عنده آمال جديدة قلت في هذه الحملة سنبدأ من جديد نعود المرة أخرى ولي حسن حض تصادفت معه صديق عزيز تقني مصور من مدينة طنجا عملنا شركة هو من الجانب التقني كل ما له علاقة بالتقنيات طبعا سنجيب تقنيات أخرى من هولندا وانا كل ما له علاقة بالإنتاج بالإبداع بالأفكار بالإبداع إذا الأمر طورت الأمر أكيد طورت كانت صالحك لصالحي وكنت نحتى لصالح المغرب أيضا لأننا قد نجيب بعض بعض تجارب التي أخذتها فأنا ذات 23 أو 24 سنة لتجربة في تلفزيون الهولندي من مرة من مراحل متعددة من تجنب زيال براميج من مرة من مرة من مرة من مرة من مرة حوالي ثمانية أشهر ثمانية شركة نتجة نتجة براميج الآن بطريقة جيدة وكانت من المستقبلة نتجة أكثر خدمة والوطن وكل شيء جمعتي أكيد أقدرتي أنك تحقق هذه المعادلة أكيد الحمد لله شكرا جزيلا على تجربة التي عودت لنا دكتور بن يحيان نرجع الجانب النفسي لأنه الحمد لله نحن نقدم نعم كيف تعليقك على تجربة السلحية أنا أحييه لأنه يبين على أنه شخصية عنده عدة خيوط مع الوطن أولا تفكر في الوطن العائلة وعنده علاقة ديال الفن لا تنسى بلاده تكون تما ويجب أن يفيد بلاده يريد أن يكون كل واحد في التخصص دياله من يدخل البلاد يفيد كل واحد هذا في التخصص دياله أما فيما يخص الجانب النفسي كي نشرحوه كي نغوصوه في الشخصيات دياله ونقرأوا القراءة ديال الجانب النفسي هو أنهم خرجوا كلهم عندهم من الباك كتعرف الإنسان اللي عنده الباك عاد أحفاظه خدار الباكالوريات ما زال ما كيعرف الميكانيزمات ديال المجتمع من المنية والإدارة إلى غير ذلك لأن مليعات خرج إذا نخرج شنو يلي الدفرس والدبي أن المغرب هنقريس هنخرج غنجي غنرجع إذا الحالة النفسية سليمة مثل تماما دخلوا الحالة النفسية ديال ذلك المجتمع بأن كل شيء مزيان إذا كتخدم كي يعطوك بلاستك كل شيء واضح كل شيء يباين وكي يشجعوك وكي يحفزوك وكي تكون بخيرو على خير وكي يزيدوا إذا شفوا بأنك تشتيب لما تطلب إذا هواحة السيكولوجيا من اللي كي يرجع كي يرجع بهذيك العقلية لأن العقلية اللي عنده الباك هي كأساس ولكن غابت لأن العقلية اللي يجب من تماك إنسان عنده دكتورة وجاء من اللي كي يجي كي يجي فابريكين من ذاك المجتمع اللي عنده واحد تقاف وعنده واحد ديمقراطة ومخصصة تيجي لهنا كي يبغي قبل ما يشعر في الله شعور دياله من اللي كي يبغي تحرك مع الناس في العلاقة دياله اليومية أو يمشي خلف الإدارة ينتظر أن ذاك الإدارة أو ذاك المجموعة ديالناس يعملوها انا هذا هو صدمة لا يتحرك حسنا دكتور لذي يتحرك ايضا هذا صدمة الذين يحصلون أليها محفظة ومعنشة يستمرر ذلك يجب أن تفعل شيئا يتحرك وغير لا تخلي تحرك هذا ما يوجد في الداخل كي يستمر يجب أن يقوم بالعلم والأخلاق والفضيلة. لا يوجد مشكلة. كل الناس يعملون بهذا. ولكن أنا أتعاملهم جيداً. حتى أن الصورة والأعطاء هو اللي يغلم. لذلك الحالة السيكولوجية هذه الناس. يجب أن يتعاملون من الناس. يجب أن يتعاملون من الناس. لأن هذا الشوكي التي لم يفهم أكثر على فضلتهم. لا يدمون الفضل الأحلى أمن. لأنهم يفهم السيكولوجي تجريد ان تظهر الخارج على 15 عام. ستناعلق لدأثيراً عن إدارة سيستمرتها. وضعها يتعاملون أصيقائها. ولا يحتاج إلى إلحظة الإيضارة. ولكن بالن تقلم عليها السيكولوجي. شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك. شكرا جيتوا وشاركتونا قصتكم من بعد ما رجعتوا لأرض الوطن شكرا مشاهدين كلكم اللي تابعتونا في هذه الحلقة قصتي من بعد ما رجعت البلادي كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصة الناس من اليوم انت واحد اخر بسلاما